هنتكلم على الاسئلة الشائعة دي فقرة كنا احنا عملناها قبل كده والحمد لله عجبت الناس وكان فيها نجاح فهنتكلم عن اسئلة الناس بتلجأ لها كتير او بتسألها كتير وما بيوصل لهاش رد شافي هنبدأ باول سؤال السؤال الاول مش في امتحان على فكرة احنا بنقول اول سؤال عاوزين نعرفه لما يجي حد يقول لك ايه احسن موبايل اشتريه احسن موبايل دي عاملة زي اختيارك للعروسة في واحد بيحب السمار واحد بيحب الجمال البياض مثلا الفكرة ان انت تشوف ايه احتياجك في الموبايل في حد بيهتم بالكاميرا في حد بيهتم بالاداء في حد بيهتم بالبطارية في حد بيهتم بالتصميم لازم تشوف ايه احتياجك في الموبايل وتحدد احتياجك لان عايز اقول لكم على معلومة سريعة جدا الشركات زي ما قلتلكم قبل كده عاملة زي اندية الكورة مفيش حد عنده كل حاجة ولا جهاز حيديك كل حاجة لانك لو خدت جهاز في كل حاجة مش هتشتري جهاز تاني وهو الهدف دايما ان السلعة اللي هي الموبايل دي يبقى فيها تجديد فحدد احتياجاتك عشان الموبايل يديك اللي انت عايزه وتحدد على اساسها بمعنى عاوز موبايل كاميرا ممتازة او فوق الممتازة هتروح لشركة زي سامسونج عاوز موبايل بطارية قوية هتروح لشركة زي شاومي عاوز موبايل ضمان قوي جدا جدا مع تصميم كويس في بعض الموديلات هتروح لهواوي والى اخره عاوز موبايل كاميرا كويسة وسعر متوسط او اقل من المتوسط هتروح لانفينيكس فبتختلف من جهاز لجهاز ومن احتياج لاحتياج فما ينفعش انك تقول انا عاوز احسن موبايل في الدنيا لازم تحدد وما تسيبش نفسك للبيع لان المعلومة في حاجة اسمها بيسموها في لغة تجار الموبايلات زبون الفاترينا بيخش الزبون هو بيبيع لك اللي هو عاوز يوصله او اللي هو عاوزك تشتريه وفي استفادة ليه خليك انت عارف انت هتجيب ايه قبل ما تتحرك تروح مكان الشرق الحاجة التانية هل مصر بيجي لها موبايلات سيئة عن اللي بتروح لأوروبا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها الكلام ده خطوط الانتاج في الشركات ما فيش شركة موبايلات بتنتج لاين وحش ولاين كويس لكن في واحد بيروح يجيب فيه موبايلات اسمها ريفيربشت موبايلات متجمعة موبايل مستخدم لفترة وخصوصا ما بيكون موبايل مش لسه جديد بنازل بقالوسانا بيروح لبعض التجار هناك بره في الصين وانا شفت ده بعيني بياخد الجهاز البوردة يركب لها شاشة يركب لها ده الجهاز يتقفل يتحط في كارتونة يجي لحضرتك مش هتفرقوا عن الجهاز كان مستعمل بقالوسانا هيجي لك كأنه جديد فلازم حضرتك تعرف ان مفيش مفيش حاجة اسمها بتيجي لمصر اسوأ وبتيجي لمصر احلى خط الانتاج ثابت لكن مصدر الشراء مصدر الشراء فيه على النت بتلاقي ناس كتير عرضة اجهزة والجهاز تبقى ده برضو المنطق بيتحكم هنا جهازة بقى عارف ان هو 8000 جنيه وانا عاوز ادفع فيه 500 جنيه يا سلام اكيد هيبقى فيه حاجة غلط فلازم تبقى عارف ان مفيش حاجة اسمها ان انا بيجي لي جهاز اسوأ من جهاز ودي حاجة راجعها لك ولازم تفكر فيها كويس السؤال التالت اشتري جهازة ازاي اشتري من الوكيل اشتري من محل اشتري منين اتسألت سؤال مرة واحد بيسألني بيقول لي ايه احسن محل في القاهرة مش حاجة اسمها احسن محل فيه ناس بتروح تشتري من ريتيل او بمعنى صح زي موبايل شوب زي راية زي سامسونج الفروع بتاعت سامسونج بيروح يشتري طيب هو بيدفع مبلغ كبير جدا زيادة بس الراجل بيشتري راحته بيشتري دماغه وعارف وبشتري ايه فيه واحد بيستنصح بيقول لك لا هشتري من محل مش عارف عامل ازاي هشتري من على النت في النهاية الفروعات مش كبيرة لكن حدد انت بتشتري ازاي انزل على محل تقدر ترجع له روح على مكان موصوق اشتري منتج مقفول اشتري من حد موصوق منه راجع جهازك قبل ما تشتريه اقرأ عنه اتفرج على مراجعة ليه اعرف كل حاجة عن جهازك قبل ما تشتريه فطريقة الشراء لازم تكون بالشكل ده ما فيهاش اختلاف اللي بيبيعوا الريتيل او الموبايل شوب هو اللي بيبيعوا محل صغير في شارع الهرم لكن الفرق ان موبايل شوب بيديك فطورة ضريبية فطورة مدفوعة المحل التاني نفسه لو قلت له عوز فطورة ضريبية حيديك الفطورة سيعلي عليك السعر فهنا الوضع بيختلف دي حاجة راجعلك انت عايز تشتري منين وكل حاجة وليها مميزاتها وليها عيوبة طيب فيه سؤال كان متداول جدا جدا للفترة اللي فاتت ومحدش جواب عليه خالص انك بتجيب جهاز واحد وكان نزل على صفحتنا على الفيسبوك صورة لجهاز من هواوي كان الانر بلاي بغض النظر عن الصورة صحة او غلط بس بينزل الجهاز بتلاقي جهاز نازل شاشته مسفرة وجهاز تاني شاشة بيضة فيه جزء خاص بالستب او بالتصبيت مش هقول لك لا لكن فيه معلومة المعلومة دي من جوة الصين حضراتكم متعرفوهاش واعتقد لاول مرة كتير منكم هايسمعها فيه نوع شاشات اسمه شاشة وورم وشاشة كولد شاشة سخنة وشاشة بردة الشاشة الورم فيه ناس بتعتبر انها مؤزية للعين الشاشة اللي هي بتبقى مسفرة الورم الناس بتعتبر انها بتبقى مؤزية للعين ولكن بتشوف ان هي بتجيبها وبيركب لها بعض الفلاتر وبيستخدم الشاشة عشان ديه عفضله وبيحصل لاين تاني لدول تانية بتطلب شاشة كولد اللي هي الشاشة الفتحة وبيقول هنجيب الشاشة كولد وهنعلي الاضاءة بتاعتها وهنظبط الاضاءة من جوه في اللايت او الديسبلاي بتاع الجهاز زي ما انت بتصور بالكاميرا فبتصور في وضع احترافي بتصور صور بتظبط انت بقى الزوم والبعد والزوايا وبتظبط كل حاجة وفي واحد تاني بيقولك لأ انا هزبطها على وضع الاوتو فنفس الفكرة الشاشات بتبع مختلفة المفروض ان اللي بيروح يستورد يطلب اللاين كله كولد يطلب اللاين كله وورم لكن ما ينفعش ان انا اجيب من سبلايرز مختلفين او مورد مختلف فيجيلي شاشات وورم وشاشات كولد والكلام ده موجود في ابل والكلام ده قبل معادي يخش يقولي بتهبد ولا بتفتي يرجع على جوجل موجود الاق جوجل موجود تقدر ترجع عليه وتشوف كلامي ان في الشاشات انواع وده حصل في ابل اول شركة حصل فيها الكلام ده خلاص هنتكلم في جزء تاني الاسعار تفاوت الاسعار تفاوت الاسعار ده داخل في حاجات كتير جدا لما تيجي تشتري موبايل بتلاقي له اكتر من سعر ليه بتلاقي له اكتر من سعر كان في وقت السعر الرسمي بتاعه 5940 جنيه وكان بيتباع لحد 5400 جنيه فيه تجار كتير ودي قصة مش هنتطرق لها عشان الكلام فيها كتير جدا فيه قصة كان التاجر مثلا مكسبه 500 جنيه فيه شركات بتدي ربح عالي جدا يعني فات تاجر عشان يسايل فلوسه ويكسب وبيع كتير تكسب ويكسب قليل تكسب اكتر كان بيعمل ايه بيحط لنفسه 20 جنيه فوق ال5400 فبيلاقي نفسه يدوب بيبيع الجهاز ب5600 ويلا فيه ناس كانت بتاخد الجهاز معه صندوق هدايا يبيع صندوق الهدايا وقسملكم اللي الكلام ده حقيقي يبيع صندوق الهدايا يبقى هو ده الاستفادة اللي رجعتله ويبيع الجهاز بسعره زي ما دخل بس هو استفاد بالجهاز لان في بعض الاحيان بيبقى فيه باقي للشركة قصص انتو بعيدة عنها فمش معنى انك تلاقي بس فرق منطقي يعني جهاز 8900 لما لايه ب5600 فرق منطقي لكن لما لايه ب4000 جنيه يبقى الجهاز ده مصدره حتة الله اعلم بيا وده ايه لما يكون الجهاز متبرشم فانك تبحث وتدور على افضل سعر ده حقك وما فيهوش اي اختلاف وما فيهوش اي مشكلة انك تدور وتجيب الجهاز بالسعر اللي نازمك السؤال اللي جاي هل اشتري من بره افضل ولا اشتري من جوه مصر الشركة من بره شبه راحت عليه خلاص بعد اللي بيحصل ويمكن بدون الخود في تفاصيل او الدخول في تفاصيل الناس كتير منكم عارفين كويس جدا ان انا ليه باع وخبرة طويلة جدا في الشركة من بره الشركة من بره ما بقاش بالوضع اللي انتو او اللي ناس كتير متصوراه لسبب بسيط جدا الدولار البنك بياخد منك خمسة في المية عمولة بتدفع تمن الشحن بتدفع رسوم بتبقى ايدك على قلبك الجهاز هيجيلك من تاجر موصوق منه ولا لا قصة طويلة عريضة واصبح دلوقتي الجهاز بينزل بسعر قريب جدا من سعره بره والدليل على كده ان فيه جهاز كان عليه جدل انا مش عايز اخش في تفاصيل بس جهاز كان عليه جدل انه نازل بفرق على كلام الناس انا ما بقولش ان ده السعر لان انا كنت وضحت ده في فيديو سابق على كلام الناس بينزل نزل الجهاز بفرق 1000 جنيه الناس كانت مستكترات زمان كان بيبقى الفرق 2003 قبل نزول الشركات الصيني للسوق المصري وتغيير خطة التسعير في السوق المصري فالشيرة من بره انا شايف انه ما بقاش في مفيد في كل الاحوال ولكن لازال في بعض الحاجات مفيد وعشان ما نطولش اللي عنده سؤال خاص في الجزئية دي يتفضل مشكورا يبعت وانا هرد عليه لو ايه اللي ممكن يبقى فيه استفادة في الشرع من بره السؤال الاخير او اللي بيخش في ناس كتير قوي في دماغ ناس كتير قوي هل انا دلوقتي احتاج الضمان ولا عام الضمان ماروش لازمة اختصارا هي بارادة ربنا انت ممكن تجيب جهاز وتقعد بيه سنة ومحصل لكش حاجة هتقوله الله الضمان مالوش لازمة وممكن تجيب جهاز وتاني يوم يبوز وتقعد تقولي يا ريت اللي جرى مكان والضمان يبقى ليه مليون لازمة انا واحد من الناس بنسبة تسعة و تسعين و تسعة من عشرة يمكن انا عشان موبايلات ما بتطولش في اي دي لان انا بغير كتير من حبي في التليفونات شايف باشوف ان الضمان مش مؤثر قوي بالنسبة لي لكن لو انا بقول هالك لو انت من الناس اللي بتجيب جهاز تقعدوا معاك فترة طويلة والجهاز ليه استخدام وقت طويل معاك هاد بضمان مفيش اي مشكلة لان نسبة الواحد في المية انت اقول بيها دي كانت مجموعة من الاسئلة اللي حبيت اجاوبكو عليها والجملة الاخيرة اللي ناس كتير بتقول الاجهزة واجهزة صيني والكواليتي ومش كواليتي يا جماعة بقى فيه دلوقتي اجهزة صيني اسمه سيني براند زي هواوي زي اوبو زي شاومي زي ميزو زي اجهزة كتير قوي بقى اسمها صيني براند فما بقاش عندك فيها مشكلة وما بقتش بالنسبة لك بتشكل قلق واكسسوراتها بقت متوفرة والقطع غيارها بقت متوفرة والموضوع اختلف خالص انا بشكركم ويا رب ما كنش طولت عليكم واوعدكم بفيديوهات اسئلة كل فترة اجاوب فيها على اسئلتكم وسبولي الاسئلة بتاعتكم في الكومنتات ولو الفيديو مفيد ليكم او اتبسطتم منه ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على صفحتنا على الفيسبوك مراجعات موبايل وعلى قناتنا على اليوتيوب قناة مراجعات موبايل كان معاكم محمد النواوي